يسأل يقول بالنسبة للمحروق الشخص الذي مات حرقا أو مات غرقا هل ثبت بأنه لا يدفن إلا بعد ثلاثة أيام أبو إبراهيم بارك الله فيك الجواب لا ليس عندنا في نصوص السنة النبوية على أن من مات غريقا أو محروقا أنه ينتظر عليه ثلاثة أيام ما عندنا نصف هذا أبدا فإذا ثبت موت الغريق أو موت المحروق بيقين وهناك علامات يذكرها يعني الناس قديما والآن أصبح من السهل معرفة والتأكد من الموت فإن يدفن مباشرة لأن نصوص الشريعة لما نتأملها بالمجموع نجد أن من إكرام الميت السرعة في تغسيره وتكفينه والصلاع عليه ودفنه هذا من إكرام الميت أما أن ينتظر به ثلاثة أيام هذا غير صحيح ليس في السنة النبوية لكن إذا كانت إجراءات الدولة تتطلب إبقاء مدة معينة لأجل استكمال عملية التحقيق خشة أن تكون الوفاة جنائية نعم هذه مصلحة هذه مصلحة فممكن يبقى أكثر من ثلاثة أيام فالدولة تقول لا نبقي الجثة حتى نتأكد من أن الموت طبيعي وليس جنائي هذا باب آخر هذه مصلحة أخرى لكن هل في الشرع لا الكلام هذا غير صحيح أنه والله يبقى ثلاثة أيام هذا لم يثبت فيه شيء ترجمة نانسي قنقر